بسم الله الرحيم كيف حالكم يا شباب اليوم بإذن الله تعالى هيبقى اول محاضرة في مادة الشبكات اللي هي التخصص اللي هي مادة تجميع الحاسب وتشغيله فالمادة دي من مواد التخصص يعني من مواد اللي تخصصية يعني اللي هيجي لك في الاختبار الشامل ان شاء الله بعد ما تخلص السنتين زي ما قلت مبارح وبرضو كده كده اكيد معاك يعني كل المواد اللي انت بتخدها هتختبر فيها اكيد شهري ونهائي بس انا قصد ان المادة دي من مواد التخصص اللي انا قلت عليها مبارح انها من المواد اللي هتختبر فيها في الشامل اللي هو بعد ما تخلص الدراسة هنا تروح تختبره في المؤسسة العامة فدي مادة من مواد التخصص اللي هي تجميع الحاسب وايه وتشغيله طيب المادة بتتكلم على ايه عشان الناس تبقى فهمة دي اول مادة هتاخدها معاك في المادة متخصص الشبكات من اسمها بتشرح نفسها ايه ده المادة من اسمها بتشرح نفسها المادة اسمها تجميع الحاسب وتشغيله يا شباب يعني ايه انت بتدرس ازاي تجمع مكونات الحاسب قطعة قطعة ايه ده اه انت بتدرس في المادة دي ازاي هتركب الكمبيوتر قطعة قطعة مفروض يتشرح لك وهتتشرح لك مكونات الكمبيوتر قطعة قطعة حتة حتة كل قطعة بتعمل ايه وظيفتها ايه ايه تاريخها ايه تطورها كل حاجة في المادة دي وبعدين بعد ما تشرح كل مكونات الكمبيوتر قطعة قطعة خلاص هتشرح لك ازاي تركبه وتشغله ازاي تركبه وتشغله ايه دي المادة اه حتى من اسمها واضحة انت بتشرح لك ازاي تركب الكمبيوتر قطعة قطعة وازاي تشغله طب الكلام ده حيتشرح امتى مش في المحاضرات الاولى ايه ده اه ليه المادة دي زي ما قلت وبقولت مبارح وبقولها تاني هو ليه المادة دي هناخد النهارده وبكرة وبعده اونلاين وهناخدها الاسبوع اللي جاي برضو التلاتة والاربعة الخميس اونلاين ليه بقى الاسبوع اللي بعده هتبدأوا تحضروا من هنا ليه بقى ليه هتبدأوا تحضروا لان المادة هي مش عملية يعني مش عملية قوي بس عملية كفهم يعني هي عملية فهم زي ما قلت من شوية انت لازم تتشرح لك مكونات الكمبيوتر ولازم تعرفها قطعة قطعة ولازم تركبهم قطعة قطعة فالموضوع ده لازم يبقى انت شايفه ماينفعش اونلاين دي عشان كده هتبدأ تحضر هنا هو تاني هو بقولها من تاني مش الاسبوع ده ولا الاسبوع القادم الاسبوع ده يعني تلاتة واربعة وخميس ده وتلاتة واربعة والخميس الجايين هنشرح جزء نظري جزء لانا حابدى اشرح النهاردة وبكرة وبعده ونفس الكلام الاسبوع الجاي نظري نظري بحت يعني شوية كلام كده في الاول مقدمة مقدمة عن الكمبيوتر حابدى اشرح بقى المكونات نفسها والقطع والحاجات دي كلها من اول الاسبوع اللي هتحضره فيه هتبدأ وتحضره هنا من اول اول يوم حضور هنا يا شباب خلاص طيب دي المادة بتتكلم على ايه تمام طيب الجزء اللي احنا نشرحه دلوقتي جزء نظري يعني نظري مهم طبعا مهم طبعا ايه ده في المادة معاك جزء معاك ما في المادة بس زي ما تقولوا كده يا شباب ايه نظري شوية مفروش حملية بس مربوط باللي جاي يعني لازم تفهمه تركزوا معاك في المادة دي بالذات ومواد التخصص بالذات اللي هي بتاعة الشبكات هي كده يا شباب لازم تفهم الحاجة عشان تفهم اللي بعدها كل حاجة مربوطة باللي بعدها يعني اللي اعتفاق لاقولولك النهاردة اقولولك بكرة هقولولك بعد ومربوط باللي قبله هكذا وهكذا وهكذا خلاص? وطبعا زي ما قلت وبقولها تاني قلتها الفيديو ده هتبتسجل اه وبتسجل هبعتلوك اللينك على الجروب بتاع الشبكات اللي هي بتاعة الشبكات في الجروب للشبكات انا عملو هبعتلوك اللينك الفيديو على جروب الشبكات عشان تقدر تشوفها في اي وقت تشوف الفيديو او المحاضرة دي في اي وقت خبس تقدر تراجعها او تشوفها او كده تمام? طيب النهاردة هنتكلم عن اول حاجة معانا في الجزء النظري بتاع المادة يا شباب ايه هو? الكمبيوتر نفسه. فكرة حاجة اسمها فكرة عمل الحاسب. ايه ده? فكرة عمل الكمبيوتر. الكمبيوتر لما اخترعوه. خلاص? كانوا عايزين يختروا ايه? ايه ده? هي دي معه وضوعة كلمة فكرة عمل الحاسب. فكرة عمل الحاسب. لما جوا من اخترع الكمبيوتر شباب. خلاص? كانوا مخترعين وليه? السبب. مخترعين عشان اسمه. من اسمه? ركزوا معايا. هو اسمه كمبيوتر. كلمة بالانجليزي. الكمبيوتر دي كلمة انجليزي. ترجمتها بالعربي حرفيا الحاسب الحالي. الحاسب الالي. ايه والترجمة الحرفية فعليا والصح. الحاسب الالي. ايه ده? كلمة كمبيوتر? كمبيوت يعني حساب. كمبيوتر يعني حاسب. حاجة بتحسن. حاجة بتحسن. اول جهاز كمبيوتر اخترعوه يا شباب. كانت فكرة عمله او مبنية على ايه? انهم كانوا عايزين يخترعوا. جهاز بيقدر يعمل عمليات حسابية. يجمع ويطرح. ايه ده? الى حاسبة. عارفين الى الى الحاسبة الزغيرة اللي قدها كاف في اليد اللي بتلاقيها مسلا في الى الحمد للبقالات والحاجات دي كلها. شايفين الى الى الحاسبة دي? اه. ده كان اول جهاز كمبيوتر. ايه ده? الى الى الحاسبة الزغيرة دي? هي اول جهاز اخترعوه. اول ما اخترعوه كان فيه نهاية الخمسينات. نهاية سنة السنين الخمسينات. كان حاج مؤد المبنى اللي احنا فيه. المبنى اللي احنا فيه ده الوقتي خلاص? ايه طبعا انتم شايفين المبنى يعني ايه? اد مبنى ست دوار بس انا. بيت كده ست دوار خلاص? فكان كبير جدا. بس كانوا مخترعين ولسبب واحد ان هو يعمل خمسمائة عملية حسابية. حاجة اسمها خمسمائة عملية حسابية. واحد يقول لي ايه خمسمائة عملية حسابية? يعني ايه عملية حسابية اصلا? العملية الحسابية يا شباب كان لاتي. عملية حسابية واحد زاد واحد يسوي اتنين. دي عملية حسابية. دي كده تتحسب ايه عملية حسابية? هو بقى كان بيعمل خمسمائة زيها. واحد يقول لي ايه ده اتفاها دي? اه لأ ده كان تفرق وقته. انت متخيل ان حاجة بتحسب زي الانسان. تيجي تقول لها اتنين زيات اتنين تطلع اربعة. فكان حجم مؤد المبنى ومبيعملش خمسمائة عملية حسابية. الالة الحزبة اللي هي الصغيرة اللي هبقول عليها من شوية دي. اللي في الالة دي زغيرة دي بتعمل اكتر من مليون عملية حسابية. الالة الحزبة الصغيرة الصغيرة مش متطورة. بتعمل اكتر من مليون عملية حسابية دلوقتي. ده خير بقى انت الالة الكمبيوتر الاولاني ده. كان قد المبنى وبيعمل بس خمسمائة. بس وقتها كان طفل طيب. الكمبيوتر بقى الاولاني ده اللي هو اسمه كمبيوتر عشان كان عاميه اصلا انه يحسب. يعني يعمل حسابات. بزي دلوقتي. خلاص? هل? سواينا شو بخليكم معي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف حالكم مشاركة معلش؟ طبعاً اللي ايه؟ كالذو بكلم المدير بس نرجع نتقلم الكلامنا احنا قلنا ان اول جهاز كمبيوتر كان حاج مؤدل المبنى وكانت بيعمل عمليات حسابية عشان تسموه كمبيوتر طيب وكان بيعمل خصوبة عمليات حسابية بس يعني حاجة تفهمة طيب فكرة عمله يعني ايه فكرة عمله اعتمدوا على ايه بقى عشان يعملوه قالوا عشان نعملوه نعمل ايه نتبع ايه الاسلوب فكرة العمل دي هو اللي انا بقول عليها عشان يعملوه الكمبيوتر دي يا شباب خلاص قالك احنا عايزين نعمل جهاز بيحسب زي الايه زي الانسان خلاص طب ما نشوف الانسان بيحسب ازاي طريقة حساباته او تعلمه الرياضيات لو انت بتتكلم بعلا حساب الرياضيات بيحسب ازاي وبيجمع يطرح ازاي واضرب ازاي ويعمل الحاجات دي ازاي تعال نشوف الانسان بيتعلم اصلا ازاي ففي البداية اللي انا هقوله دلوقتي تهازي ما قلت كلام نظري هنربطه في الاخر بالكمبيوتر فركزه معاه يعني هو في الاول فعل انا عمله كده هربطه الكمبيوتر في الاخر قالك الانسان بيتعلم ازاي اي حاجة غير الرياضيات حتى وهو طبعا نتكلم عن الرياضيات لانه كان عايزة بس ايم اي حاجة طب هندسة علوم دراسات اسلامية اي حاجة الانسان عشان يتعلم اي حاجة لازم تلت مراحل لقوا الانسان بيتعلم اي حاجة بناء على تلت حاجات تلت حاجات يا شباب اول حاجة عشان الانسان يتعلم اي حاجة لأ سويا خلينا في المعالج دي بعدين لسا المعالج ده بعد شوية خلاص هركز معايا هنقول المعالج ده في حوار بعد اول حاجة اول عملية اول اهم حاجة حاجة اسمها الادخال للمعلومات ايه ده الانسان هعمل اتكلم على الانسان بس هربطها بكم ودر بعد شوية الانسان عشان يتعلم اي معلومة او اي حاجة او يدرس اي حاجة لازم معلومات مش فاهم اي حاجة بكل بساطة لو انت دلوقتي خلاص عايز تعمل عملية عملية جرحية هتروح تجيب واحد خريج مهندسة تلت عليها عملية للناس لأ لو انت عايز تبني عمارة تروح تجيب واحد معلش دكتور وخريج من الطب تقول تعالى ابني العمارة لأ طب ليه ده ما ينفعش يعمل كده وليه ده ما ينفعش يعمل كده عشان حضرتك بكل بساطة كل بساطة ده دخل كلية الطب ودرس معلومات عن الطب اخد معلومات عن الطب هيطلع طبيب او دكتور لكن التاني درس او اخد معلومات عن الهندسة فياخد طلع معلوماتها على هندسة لكن لو جبت واحد مكان ده ومكان ده ما ينفعش لو جبت واحد عادي برضو ما ينفعش ما اخدش معلومات يعني ايه لو ان الانسان اهم حاجة عنده في اي حاجة المعلومات بيتعلم اي حاجة في الكون مش اللي انا بقوله ده بالمعلومات يعني اي حاجة في الكون حضرة بمثال بسيط لابسط حاجة الانسان بيتعلمه هقول لكم ابسط حاجة الانسان بيتعلمه لو في طفل وده ده المثال ده بقوله كل شوية في الوحضرات لو في طفل خلاص عيلته كلها أسبان من أسبانيا خلاص اتولد اتولد خلاص وأول ما اتولد على طول جابوه يعيش هنا في السعودية أول ما اتولد جابوه يعيش هنا في السعودية عيلته كلها أسبان وفي ولد عيلته كلها سعوديين جابوه أول ما اتولد كده خلاص أول ما اتولد ودوه يعيش في أسبانيا المولود اللي هنا والمولود اللي هنا دورت ما تعلموش حاجة في حياتهم ايه ده ما دخلوش مدارس يعني بالمعنى صح ما دخلوش مدارس ولا تعلمو حاجة ولا بتكبرو كده خلاص فالمولود اللي من عائلة سعودية كلها وتولد في اسبانيا لما هيكبر مثلا ويكبر ويكبر هيتكلم ايه هيتكلم عربي ولا هيتكلم اسباني هيتكلم اسباني عائلة كلهم سعوديين هيتكلم عربي الاسباني هيتكلم اسباني مش هيتكلم غير اسباني العكس نفس الكلام اللي قلت كلهم اسبان لما هيتولدوا هيتولد ويودوه السعودية هيكبر السعودية هنا وما تعلمش اي حاجة لما هيكبر هيتكلم ايه هيتكلم اسباني لا هيتكلم عربي ايه ده اه لان المعلومات اللي بياخدها من حواليه في موضوع اللغة هنا عربي وهنا اسباني ايه ده الانسان بيتعلم كل حاجة او اي حاجة بالمعلومات اللي بتخشله بالمعلومات اللي بتدخله لو ما دخلتش للانسان معلومات مش هيتعلم حاجة لو ما ديتش للراجل بتاع الطب معلومات الطب مش هتطلع دكتور لو ما دطلوش معلومات الهندسة مش هتطلع مهندسة لو ما دطلوش الطفل اللي بيدرس في مدرسة الرياضيات الحساب والجامعة والطرح مش هيتعلم مش هيتطلع ايه في اجمع وغلق فلازم المرحلة الاولى في تعليم الانسان اللي هي ايه المعلومات لازم ادخل المعلومات والمعلومات دي كفاءتها بتقصر لأوا ان كفاءة المعلومات بتقصر واحد يقول لان ايه كفاءة المعلومات يعني لو حضرتك قاعد في محاضرة زي ما قلت كلية طب في دكتور في كلية طب وفي دكتور تاني في كلية طب تاني في دكتور في كلية الطب خبرة يعني ايه بقالوا مثلا تلاتين سنة في المجال وبيعمل عمليات كتيرة ويه 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 وعنده معلومات جامدة يعني كتير. وانت كلية الطب التانية بيشرح للطلبة في القاعة دكتور لسه متخرج. بيخلوه الطلبة تشرح في القاعة دكتور لسه متخرج. مين اللي حيدي معلومات اكتر للطلبة? اكيد اللي بقاله سنين. الخبرة. وعلى قد المعلومات اللي حيديها الطلبة دي هتحصل على معلومات. وعتتعلم معلومات اكتر. فلقوا ان كفاءة المعلومات بتأثر. لازم تدخل معلومات. عشان الانسان يتعلم اي حاجة. ولازم في بقى فيه كفاءة للمعلومات دي. الكفاءة بتأثر على عملية التعليم. طيب. حلو. ماشي. حلو. اول عملية ان انت تدخل المعلومات. لازم تدخل للانسان المعلومات. لازم تدي الانسان بنيادة من المعلومات. طيب. الدهلو فين? دي النقطة التانية. دي المرحلة التانية. اللي انت كنت لسه ذاكرها من شوية المعالج اللي انت بتقول عليها معالج دي اللي احنا نتكلم عليها بعدين بس نحن نتكلم علي انسان. خلانا نتكلم علي انسان دلوقت. اللي هي العقل. ايه ده? العقل اللي هو نسميه في العملية المعالجة. نسموها معالجة. العقل. يعني ايه العقل? تاني. انا جبت الدكتور العبقوي اللي انا قلت عليه خبرة ده. وعنده معلومات قيمة وجامدة اوي في الطب. خبرة في الطب وعنده معلومات قيمة. وحطوهتو في قاعة. اعبتو في قاعة. والقاعة دي فيها مسلا طلبة كتير اوي. وعاد يشرح. ايه ده النقطة الاونية توفرة طيب. طيب لما هيشرح من مرحلة تانية بقى. الطلبة اللي قاعدة بقى اللي تاخد المعلومة دي. هو بيشرح الشرح بتاعه ده. القاعة فيها ايه? فيها ترابيزة. فيها ايه? ترابيزة. ترابيزات. والقاعة دي فيها واحد مختل عقلي. واحد مختل عقلي. واحد في القاعة كده مختل عقلي مجنون. واحد تاني زي وزيك كده. بيسموه ايه البني ادم العادي. العاقله زينا كده. عادي خالص. وفي القاعة دي فيه العبقري. اللي هو عبقرية. الدكتور ده لو قاعد يشرح من هنا لعشرين سنة قدام الكلام الجامد اللي هو معلومات جامدة كتير دي. للترابيزة. للترابيزات. الترابيزات هتعمل حاجة? لا. ليه الترابيزات مش عمل حاجة? ما عندهش عقل. ما عندهش عقل. لازم العقل. لازم الدكتور ده بقى. زي ما قلت بعمل يشرح كتير. وفي قاعة فيه واحد مختل عقليا مجنون. هل? لو تبقى عنده عقل اهو? ده عنده عقل. هل المعلومات بقى اللي بتخشله دي اللي هي لازمة? لا طبعا. برضه مش هيعمل حاجة. مش هيعمل حاجة ليه? هو عنده عقل بس العقل مختل. ضايع. لازم العقل يبقى كويس. لو قاعد من هنا عشرين سنة مش هيطلع حاجة. مش هيدي مش تجيد حاجة بالمعلومات. طب الرجل العادي اللي زيه زيك. اللي زيه زيك عقل وزيه زيك كده. هياخد المعلومة ممكن يفهمها من اول مرة. ممكن ما يفهمهاش غير من مرة التانية. ايه ده? اه. ده عنده عقل عقل كويس. فهياخد المعلومة. وهيبدأ يعليجها او يفسرها. حسب قدرته يعني. مرة الاولى مرة التانية. لكن العبقري بقى. اللي قاعد. لو اخد المعلومة من الدكتور اللي. ممكن يكون اصلا عنده معلومة قبل كده. لما هاخد المعلومة دي هيعمل حاجة جامده ويطلع بمعلومة اكتر. فده العبقري. يعني المرحلة التانية العقل. لأقول المرحلة التانية في التعليم اي حاجة للانسان عقله. لازم الانسان يبقى عنده عقل. طبعا في عملية التعليم اللي ما بتعلم حاجة. والعقل ده يبقى بكفاءة كويسة برضو عشان العملية يتم. عشان عملية التعليم اي حاجة واحد يقول لي يعني اي حاجة همتكلم عن الرياضيات حسابه وحسابه وجامعه وطرح. لازم الجامعة والطرح يكون عنده دي. وبعدين بياخد معلومات عن الجامعة والطرح كويسة. وبعدين تخش المعلومات دي في عقل. كويس. عشان المرحلة الاخيرة. المرحلة الاخيرة يا شباب. ايه ده? احنا ليه بنعمل كده? ليه انا بشرح انا دكتور طب بشرح لطلبة في طب. ليه الدكتور الطب بشرح لطلبة في طب. ليه الدكتور اللي هو عنده معلومات في طب. بدي معلومات في العقل بتاع الطلب. عشان في الاخر الطلبة دي تاخد المعلومة وتروح تعمل عمليات او تدي المعلومة دي لطلبة بعدها. او تدي المعلومة للطلاب اللي جايين بعد كده. الناس اللي اللي هي عملية اسمها الاخراج. الاخراج يعني الشخص ده يطلع ناتج يعمل حاجة يستفيد منه بحاجة. لو كلمنا على الرئيديات مسلا والحسابات لو اننا كلمنا في الحساب والجامعة والطرح فانا جايب معلومات عن الجامعة والطرح عشان اديها للعقول. طلبة تاخد الجامعة والطرح عشان بعد كده الجامعة والطرح ده يستفيدوا بيه بعدين. حد يقول لهم مسلا ستة زايد ستة كام يقول له اتناشر. اه كده. سبعة في اتنين بكام باربعتاشر كده. لو حد يسألهم بعد كده يطلعوا اخراجوا يخرجوا المعلومات. يستفيدوا بالعمليات والجامعة والطرح والعلم عشان دي كده. اي عملية تعليمية او اي حاجة بيحاول الانسان يفهمها طريقة فهم ليها بيعلمت على التلات عمليات ده. لأقول ان الانسان عشان يتحلم اي حاجة لازم التلات حاجات دي. ادخال معالجة اخراج. سموها كده ادخال معالجة اخراج. حلو طيب بدل البنيادهم بيتعلم التلات حاجات دي. فرحة اعتمدوا عليها فكرة انشاؤهم للكمبيوتر. ايه ده? اه. قال لك تعالا كده. طب ما دي يجي نعمل الكمبيوتر زي كده. طب ازاي? قال لك اول حاجة الادخال. وهطبق الكلام ده بقى على الكمبيوتر دلوقتي. تركزوا معايا بقى. هل عمرك شفت كمبيوتر? طبعا ماليش دعوا بالتابلت? سيبوا التابلت على جنب. وشيبوا سيبوا الحاجات التابلت والجوالات. لان دي كمبيوتر برضو واحدة. قال ليه دي كمبيوتر? اه. بس انا باتكلم على الكمبيوتر اللي عادي. خلينا نتكلم على الكمبيوتر اللي هو في البيوت العادية. خلاص? اخراج النواتج او المعلومات ايا كان مش تفرق. هي عملية اسمها اخراج. بس النواتج افضل لسبب هو بيستندك حاجة. بيطلع حاجة. ممكن يكون عنده معلومة قديمة. هيضيف دي عليه. يطلع حاجة جديدة. حاجة مختلف. ما علينا مش مشكلة اللفظ. المهم ان انت تعرف ان هي اسمها ادخال ومعالجة ودي حنتكلم عليها. بس ركز في اللي جاي الاولا. المهم. فبنيجي بقى الكلامنا. دلوقتي. لا كنت بقوله والله. دلوقتي يا شباب. اه. انا دلوقتي هيطبق الكلام ده على الكمبيوتر. طيب سيبكم التابلت ويسيبكم السمارتفون والحاجات دي. خلينا دلوقتي في الكمبيوتر اللي عادي. الكمبيوتر عادي في البيت. واحد ديولي طب انت بتقول الكمبيوتر او راح تخترعوه كان قد بالمبنى. اللي انا هقوله ده مفيش اختلافات حصلت في العصر. هم صغروا حجمه بس. يعني هو هو ده كان موجود كل الحاجات اللي انا حوالي دي كانت موجودة. بس بدأوا يصغروا ايه? حجمها. فيه كمبيوتر في البيت. اي كمبيوتر في البيت? تقدر تشتغل من غير كيبورد وماوس? ايه ده يعني ايه مش فاهم? مش تاتش? مش التابلت? ولا? لا انا عصد الكمبيوتر اللي عادي. هل لو انا مشغل الكمبيوتر? انا دلوقتي مشغل الكمبيوتر عندي في في الشغل اقول ايه بكلمش احلوقه عليه. لو انا شلت الكابل بتاع الكيبورد لوحة المفاتيح. وشلت الكابل بتاع الماوس الفارة. الكمبيوتر اللي هيحصل. هيفضل شغال. صح? ماشا يا حمد. اوكي. ركز معي يا حمد ثانية واحد. المهم تركزه معي. تمام? الكمبيوتر خلاص ااا هكتت عقول ايه? لو شلت الكابل بتاع الكيبورد او لوحة المفاتيح. وفارة. شلت اللوحة المفاتيح. وشلت الفارة. خلاص? لو شلت الاتنين دول. الكمبيوتر هيفضل شغال. هيفضل ايه? شغال. بس ليه لازمة? يعني ليه لازمة او صغير? لو انت قاعد قدامه وانت شايل اتنين دول مش موجودين هتعرف تعمل حاجة لا هتعرف تدخل له اوامر لا هتعرف تدخل اي حاجة عليه لا نفس الكلام اصلا من قبل ما حضرتك تقعد عليه يعني ايه انت قبل ما تقعد عليه الكمبوتر اللي يقعد في البيت ده مين اللي حطيلك عليه الحاجات اللي عليه ايه ده اه الويندوز اللي عليه ده الصوفتور اللي عليه الحاجات اللي عليه دي مين اللي حطيلك عليه بني ادم زي وزيك ما ماجهش لوحده كده الحاجات دي طلعت شيطان لا فيه بني آدم جي حطها عشان يحط الحاجات دي بقى نفس الكلام عشان يحطها لو ما فيش كيبورد وماوس هلقا يعرف يحطها لا هيدخل الأوامر ويدخل الحاجات دي ازاي لازم يبقى فيه لوحة مفاتيح مفارة النقطة الأولى لازم يكون فيه أجهزة ادخال ايه ده عشان تدخل المعلومات لازم يكون فيه أجهزة هتدخلها اللي هي بيليها لفظة تانية اسمها وحدات ادخال اللي انت لسه يلا عليها حب خلاص وحدات ادخال كلمة وحدات دي يعني أجهزة لازم يكون فيه أجهزة على قل الكيبورد لو ما هو الشرته لازم يكون فيه جهاز تخليك تدخل الأوامر التعليمات تدخل الحاجة وده اللي عملوه في أول جهاز كمبيوتر ايه ده كانوا عايزين يدخلوا العمليات الحسابية للجهاز الكبير ده عشان يدخلوه برضو كان لازم يبقى فيه جهاز ادخال اللي هو زي العصر زي اللي الوقت ايه ده اه هو كان زيه بس كبير شوية اقوة اللي حتى المفاتيح والفرق طيب تمام احنا قلنا المعلومات دي انا حططي الأجهزة دي عشان ندخلها ادخلها فين في عقل طيب العقل ده هنجيبه منين العلبة اللي تحت او العلبة الكبيرة دي اللي مربوط بها كل حاجة الشاشة أبي ياسمها ايه اسم كدا اسمها وحدة المعالجة المركزية به انا بcially لابستكده وحدة المعالجة المركزية او بالانجليزي او اختصارها جميل او الوحدة المعاشرة مسائية، الرحمة ال quello الذي ت LGBT يجريه او الوحدة المعاشرة مسائية او اللي تاخ В دي العلبة لتحط دي العقل هي دي العقل بتاع الكمبيوتر واحدة يقول لي ايه دا طب معمول ازاي العقل ده بقى؟ طبعلا عقل الانسان ده محدش يعطن اعمله طبعا عقل الانسان افضل من مليون مرة من اللمانيجي داشر. بس هم عملوا حاجة طبعا بس هو افضل طبعا اللخ الانسان طبعا العقل ده بقى اتعمل ازاي? خلاص? اه. ده بقى. هيبقى المادة بتاعتنا اساسا. ايه ده? المادة اللي هنشرحها دي. اللي هنشرح فيه جزء كبير اوه هنشرحه لما نيجي نشرح بقى المكونات هتعرفوا ده عملوه ازاي? فده لحاله كده لمواضيع المادة بتاعتنا اساسا. المادة اللي بناتكلم فيها. فده هو ايه بقى? لحد دلوقتي بس انت مفروض تعرف ايه هو ايه? هو العلبة اللي تحت ال الوحدة العلبة اللي تحت بتاعت الكمبيوتر دي اسمها العقل هي دي العقل. خلاص? العقل ده بقى بيخشله المعلومات عن طريق لوحة المفاتيح والفرق. بتتخزن فيه او تتحط فيه او 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 كده يا كوا. طيب. عشان اخرجوا بقى. لازم جهاز يخرجوا. ايه ده? يعني ايه لازم جهاز يخرجوا. ما انا الهو بس هقول لك اهو. الكمبيوتر بتاعك اللي انت قاعد في المعافل البيت اللي انت عندك في البيت ده. لو انت مشغل الكمبيوتر وشلت كابل الشاشة. ايه ده? الكابل بتاع الشاشة الكبيرة اللي ورا دي. شلت الكابل. الكابل الكهرباء. طفيت الشاشة. شلت ال. ايه اللي هيحصل? الكمبيوتر هيفضل شغال. يعني انت لو مشغل لعبة ولا مشغل حاجة وشلت الشاشة. اللي هيبها هتفضل شغالة. الحاجة اللي انت مشغالها هتفضل شغال. الكمبيوتر ان انت مش هتشوف حاجة من اللي انت بتعملها. تخيل انت عملت تشاط بتلعب مسلا لعبة فيفا مسلا ولا بتعمل حاجة. عملت ده بتمسك الماوس كده ولا الكيبورد. وعملت ادي اوامر. بازي شوت انتو عارف ايه. والاوامر دي بتخش للعقل. العقل ده بقى بيخرجها فين? في الشاشة. جهاز اخراج. لازم انا عايز اطلع الحاجات عالشاشة. لازم ما طلع الحاجة عالشاشة. طب الشاشة دي مش موجودة اصلا. دخيل مش موجودة. طيب ماشي. مش هتشوف حاجة. مش هتشوف ان انت بتعمله. يبقى الكمبيوتر برضو مالوش لازمة. بالزبط كده نرجع للموضوع اللي انا سأله من شوي. انت الكمبيوتر انت عاد عليه ده? عليه السوفت وير والبرامج. قبل ما انت تقعد عليه حد جيه حط عليه. في واحد كده شخص زي وزيها كده. حط لك الحاجات دي. نزلها لك. عشان ينزلها لك قعد استخدم الكيبورد والماوس. عشان يقدر يدخلها. بس هو بيدخلها لو ما فيش شاشة. هطيقى ارض الاوامر اللي بيعملها مش هلعرف ينزل لك الحاجة هي نزلها ازاي? هيشوفها ازاي? ما ما فيش شاشة. مش هلعرف يشوف هو بينزل الويندوز مسلا. نفس الكلام في اول جهاز كمبيوتر بقى عملوه. هم كانوا عايزين يدخلو العمليات الحسابية. فلازم يبقى فيه كيبورد والماوس. عشان يدخلوه في العقل. اللي هو ده لا. ده بقى نتكلم عليه ده بالتفصيل ده حوار ده. واحدة المعالجة. ده موضوع. خلاص? بس ما عارفوش. سوري مش هيعرفو. مش هيعرفو الاوامر دي. بتدخل ازاي او بتطلع ازاي غير لما يكون فيه. شاشة بتطلع عن نواتك. حاجة بتطلع على الحاجة اللي بدخل انا بدخل او طيب عايز اعرضه. عايش انا خليت المستخدم بعد اما عملت كده. يقضي عالكمبيوتر. قال لكمبيوتر واحد زائد واحد. طب هيقوها هيعمل واحد زائد واحد ازاي وهو مش شايف. هو مش شايف. لازم في الاخر تبقى فيه حاجة شاشة توري. عشان كده لازم يكون فيه جهاز ادخل. وجهاز معالجة. اللي هو العقل لازم يكون في عقل. ولازم في هاز اخراج اللي هو بيخرج لها الشاشة. لازم ببقى فيه كيبورد وماوس. ولازم يبقى فيه وحدة المعالجة اللي تحت دي. ولازم يكون مربوطين مربوطة وغرضه بايه بشاشة. دي حتى المكونات الاساسية اللي لازم تبقى موجودة عشان الكمبيوتر يبقى الكمبيوتر. لو في مكون منها مش موجود. لو ما فيش ادخال العملية مش هتتم. لو ما فيش شاشة مش هتتم. لو ده مش موجود اصلا الكمبيوتر مش هشتغل الاساسة. يعني انت خيل انت مسلا شلت السي بيول تحت شلته فكيته. هل الكمبيوتر اصلا هيشتغل? لا الكمبيوتر اصلا مش هشتغل. يعني لو بنقول ان روحت المفاتيح والفرق هنا. هنشلها والكمبيوتر شغال حيفضل الكمبيوتر شغال بس مش هتعرف تدخل الاوامر والتعليمات والحاجات. لو هنا شلت الشاشة خلاص. وانت مش هتشغل الكمبيوتر الكمبيوتر هيفضل شغال بس مش هتشوف اللي انت بتدخل. لكن دي بقى ده العقل لحضرتك. لو شلت اصلا الكمبيوتر فين? فين الكمبيوتر مش هشتغل. فلازم عشان يبقى فيه كمبيوتر لازم جهاز يدخل ويدخل في عقل لازم انت لوحة المفاتيح وفارة وتخش العقل اللي هي وحدة المعالجة المركزية وهذه المعالجة دي تكون مربوطة بالايه? بالشاشة عشان تخرج الحاجات دي. تمام? ودي اسمها فكرة عمل الحاسب الاساسية يا شباب اللي اعتمدوا عليها. بكرة هناخد حاجة تانية. هنبدأ ندخل بقى في الثلاث حاجات دول اللي احنا بنتكلم عليهم. بس هناخدهم بصيغة تانية. الكمبيوتر بقى بيتكون من ايه? ايه ده? من اول بكرة هناخد مكونات الكمبيوتر ايه? ايه مكونات الحاسب الاساسي? الحاسب بيتكون من ايه? هنوقف لحد الحتة دي. وبكرة هنتكلم في الكمبيوتر بيو فيه. هنوقف الفيديو. سانية واحدة.